اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منا متحت اللي شفناها دخلته الملعب في آخر بطولة الحقيقة وحضنته وحضنته كان نهاية اللي كسبت الحقيقة وكان ده يبان قديه دور الأم في هذه المنظومة وكمان هيكون معنا مدربه كابتن محمود عبدالقادر ده سورة طبعا مصطفى عسل بطلنا العالمي الكبير والحقيقة احنا بنشكره النهاردة يعني لأنه كان في أجاستو كان عايز يطلع يقضيها في الساحل يبعد شو عن سكواش ولكن عندما تلقت دعوة من قناة النادي الأهلي لم يتدخر جهدا ولم يتوانى الثانية قال لنا أنا معاكم وهأجل أجاستي عشان أكون معاكم بهم الحد بمشكرك يا مصطفى والنهاردة ان شاء الله الكثير من الناشئين مهم أنهم يشوفوا الحلقة النهاردة لأن بالمناسبة أول بطولة خدها مصطفى عسل في تاريخه كانت هو عنده 15 سنة يعني عايز أقول لكم أنه تأخر كثيرا في حظ البطولات فدي مثال يحتزى بي مصطفى الحقيقة أنا تفرقت عليه في تمارين وتفرقت عليه في كل شيء ده مثال واحد أو لاعب عايز بحاجة فراجوا على الحلقة فيه كواليس كتيرة جدا عن تمرينه وعن استعداداته وعن دعم أسرته ليه للسكواش ليه حبه لهذا الكيان اللي صرح بالكثير والكثير وكان ليه صورة حتى زي سادي ومانيه لما احتضن الكأسين الأخارة ليه واحتضنهم ولف نفسه بعالم النادي الأهلي وهو نايم فطبعا يعني أنا عايز أقول لكم مصطفى بيعشق هذا الكيان ولا يتخيل أبدا نفسه في مكان آخر غير النادي الأهلي فرجوا علينا إن شاء الله في الفقرة الحوالية نبتدي بأخبارنا يمكن أخبارنا أغلبها تأتي من مدينة وهران الجزائرية وبطولة البحر المتوسط والحقيقة البعثة المصرية تؤدي وتبلي بلاءا حسنا هنبتدي الأول بكرة اليد ودائما أبدا كرة اليد تتصدر المشهد لأنها اللعبة الجماعية التي فرضت نفسها على الساحة كلعبة شعبية ثانية وأكتر لعبة جماعية في مصر حصدا للألقاب الدولية والإقليمية خماس ياد الأهلي يقودون منتخب مصر للوصول لقبل النهائي ليلاقوا مكدونيا غدا بإذن الله في تمام الساعة الثانية ظهرا فرجنا طبعا الخماسي اللي بيضم منتخب مصر وهو إبراهيم المصري مهاب سعيد أحمد شام سيسة أحمد عادل عبد الرحمن فيصل كليم دور كبير في تأهل منتخبنا لدور قبل النهائي إن شاء الله هنقابل مكدونيا النحاء الثانية من قبل النهائي أسبانيا وسربيا أتوقعها أسبانيا اللقاء الثاني وإن شاء الله إحنا هنتأهل بإذن الله يعني بالحسابات كلنا إحنا أفضل من مكدونيا هتوقع النهائي مصري أسباني ويا رب إن شاء الله تبقى البطولة أو الدهب طبعا ده نجمنا علي زين بيتطاقت الصور مع الجالية الجزائرية بالمناسبة يعني إحنا هنا بنشكر الشعب الجزائري والجمهور الجزائري اللي الحقيقة بيساند لعبتنا بشكل كبير جدا وده المتوقع يعني يمكن لا تربطنا حدود مشتركة مع الجزائر وشعب الجزائر ولكن هم في القلب ونحن أيضا في قلوب الجزائري وعني عايز أقولي أن أحلى حاجة في البطولة دي يعني الحقيقة لفتت نظري وانتباهي هي حب ومشاعر الجماهير الجزائرية اللي احنا من هنا بنقديها كل التحية كل التحية للشعب والجمهور الجزائري اللي بتربطنا بيهم علاقات تاريخية كبيرة يعني بنشكركم وبنشكر حسن استضافتكم للبعثة المصرية وتأيدكم للمصريين شوفنا مصطفى عمر عسر عمر عسر نجمينا في تينس الطولة رفع العلم المصري والجزائري هو على منصة التتويق في المدالية الفضية وده أكبر دليل على شعور اللاعبين بتأييد ومؤذرة الجماهير والشعب الجزائري ألف شكر للجزائر الشقيقة وشعبها الشقيق والأخ يعني خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو كرة السلة يمكن كرة السلة هنا في اسكندرية برج العرب بلعبوا تصفيات كأس العالم الحمد لله منتخبنا زي ما بيقولوا أخذ بطاره من السنغال وستطاعنا الفوز عليها فرق سكور تاريخي حقيقة عمرنا ما فوزنا على السنغال بهذا السكور من الأيام اللي كنت بلعب ويمكن قبل ما أنا بلعب كمان ما تذكرش هذا السكور ستة وسبعين تلاتة واربعين فوق تلاتين نقطة على منتخب السنغال اللي بيضم لاعب في الان بيه وتلات لعبين بلعبه في الدور الأوروبي وهو الأقوى بعد الان بيه فانحنا نعمل هذا الانجاز الكبير ألف مليون مبروك وفوزنا النهاردة على كينيا مبارح نأسف على كينيا اتنين وسبعين تسعة وتلاتين تبقى لنا مباراة وحيدة مع الكنغم الديمقراطية بعد دقائق هتقام المباراة مهم جدا نكسب الكنغم عشان نتأهل إلى الدور اللي بعد كده كأول المجموعة ده طبعا مدربنا الكندي روي رانا الحقيقة اللي كان ليه بصمة كبيرة وخلينا أقول لكم بصمته كبيرة في الدفاع الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع وبأمانة خلينا أقول عشان نكون حقاني يعني رؤية فنية ووجود عاصم مرعي الحقيقة وتقال لك هاب أمين فرق مع المنتخب بشكل بيه طبعا ده منتخب مصر ويمكن ده ديانج اللاعب الان بيه في الصورة السابقة استطاعنا عاصم مرعي لعب المنتخب أنه يحصل منه على أكبر عدد من الريباوند انتخب مصر بيلعب بروح كبيرة روي رانا الحقيقة من المدربين الساب بصمة خاصة في الدفاع وكرة السلة هي لعبة الدفاع ألف من اليوم مبروك إن شاء الله نتمنى الفوز على الكنغ يمكن الكنغم فاز على السنغال ما كنا نتمنى ذلك كنا نتمنى السنغال تكسب الكنغ عشان يبقى احنا فرقين بكتير عن الفرق اللي طالع معنا والمتأهلة معنا احنا نروح بعد كده هنلاعب جنوب السودان وتونس والكاميرون اللي جاي أصعب ولكن منتخب مصر يستطيع وحلمنا هو التأهل لكأس العالم عشرين تلاتة وعشرين بإذن الله هنروح لبحر الأبد المتوسط وعودة تانية لمدينة وهران الجزائرية برونزية تاريخية للريشة الطائرة زي ما توقعنا منذ شهور ان اتحاد الريشة الطائرة من أنجح الاتحادات اللي موجودة على الساحة والتحاد بيشتغل والتحاد ما بيفرقش اي حاجة بتفرق معاه غير اسم مصر النهاردة بناخد برونزية تاريخية في تاريخنا اول مرة ناخد برونزية في الريشة الطائرة دوحة حققت المدينة دوحة هاني لعبة منتخبنا الوطن الأول للريشة الطائرة لأنها حققت المدينة بعد ما كسبت المدينة البرونزية طبعا دوحة كانت بدأت مشوارها في البطولة بالفوز على بطلة أوبروس 2-1 وبعدين فازت على بطلة سربي أيضا 2-1 قبل ما تلعب بطلة تركيا واحدة من المصنفين على مستوى العالم في قبل النهاية واللي قدرت أنها تفوز بالمدينة الدهب وغسرت منها بنتيجة 2-0 وضامنت المدينة البرونزية لأول مرة في تاريخ مصر ألف منهم مبروك يا دوحة ودايما احنا دورنا في برنامج الأبطال ليس فقط الوقوف مع الأبطال والاحتفال معهم في النهاية بعد ما بياخد المدينة ولكن برنامج الأبطال احنا معهم من بداية المشوار لعيبة كتير ولعبات كتير من الحقق ومدينيات في بحر الأبط المتوسط كانوا ضيوفنا هنا في استوديو الأبطال قبل ما حققوا مدينيات على المستوى الكبير الحقيقة وكنا شايفين فيهم ان هم بروميسين جدا جدا ويقدروا يحققوا دي رسالة برنامج الأبطال ان احنا نقف جنب البطل حتى يكون بطل وبعد ما يكون بطل نحتفل معاه ونبرز نجاحه لكل استادة المشاهدين خلينا نكمل كمان في البحر الأبطال المتوسط وهنروح لبسانت حميدة بسانت حميدة اللي منذ لحظات قبل بداية البرنامج فازت بمديليا دهب تانية في إنجاز تاريخي 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 كبير بسانت فازت بمدهب ميت متر حرة ودهب ميتين متر كمان ميت متر عدو وميتين متر عدو انا عاسف انا اللي خبطت ما بين السباحة والعاب القوة لكن ميت متر عدو وميتين متر عدو دهب جامعت ما بين البطلين بسانت بسانت الوقفة في النص بسانت ديها قصة كبيرة انا عايز احكيك الحقيقة يمكن بسانت كانت من اللاعبات اللي صابت ليلة السفر لتوكيو 2020 وكانت احدى المرشحات لمديليا في توكيو وكنا زعنا هنا في برنامج الابطال ضموحة وزعنا قد ايه هي متأثرة وزعلانة ولكن عاود ربنا لما بييجي الحقيقة بيبقى اكبر واعظم لو تصبر وتحتسب وتشتغل على نفسك بسانت عملت كده في صمت بسانت عملت لقطة الحقيقة كمان كلنا جسمينا عشر منها بسانت بعد ما خدت المديليا في مئة متر عدو جرت عالجمهور اقتلهم عالم عالم عايز عالم بسانت بتجري بتدور وزي ما انتوا شايفين ما فيه صورة مش رافعة فيها عالم مصر ايه العشق ده وايه الحب لبلدنا ده وايه الانتماء الكبير لبلدنا ده بسانت الحقيقة لما تجري على الجمهور طبعا احتفلت وفرحت وبتجري على الجمهور المصر لانها ما كانتش متوقعة ومش حاسبة انها تاخد مديليا لو هي متوقعة وبالمناسبة فيه لعيبين كتير جدا يعني ما بيتفقلوش انه رايح يقولك انا ااخد ده فعشان كده هي مش عاملة حسبها في عالم ولكن جرت على الجمهور المصر الموجود في مدرجات اتلهم يا جماعة عالم 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 طبعا الجمهور ألقى لها بالعالم ولفتوا عليها وزي ما حضرتكم شايفين النهار ده نفس الكلام انتماء وهي دي الرياضة وبالمناسبة بسانت اتعرض عليها يعني لا يخفي عليكم سرا يعني اتعرض عليها يعني انها تروح هنا وتتجنس هنا وبتاعها ولكن انتماءها المصر كبير انتماءها وان هي تتمنى دايما ان مصر تكون في المقدمة وحتى عادي تقول مصر مصر رقم واحد مصر رقم واحد يا ربي عندنا مئة لعب وزا ما قلنا قبل كده ان المرأة المصرية هي اللي بتعلم الاجيال الوطنية هي اللي بتعلم الاجيال الانتماء هنا بسانت حميدة بتدينا مثال على المرأة والسيدة المصرية انها قادرة قادرة بكل شيء بكل ما يعني اتيت من قوة انها تقب جنب مصر بشكل كبير وافكركم حتى في توكيو كان اول مديلية خدناها كانت في ريال اشرف يمكن هدايا ملاكا انا اسف هدايا ملاكا في ريال اشرف ووجيانا فاروق انا مش عايز انسى حد نصف مديلياتنا في توكيو كانت من السيدات واللعبات فاذا بسانت من اللقاء الف مليون مبروك انجاز تاريخي هي ما سدقتش النهاردة وانا بتفرج على عدو على السبق 200 متر فرق كبير جدا على فكرة وحققت رقم كمان قياسي فيه رقم قياسي جديد للبحر عبد المتوسط هي مش مصدقة مش مصدقة انها خدت مديلتين ده في وقت واحد او في بطولة واحدة وده كان حلم بعيد ربنا كرمها لانها اكتهدت وتعبت الف مليون مبروك يا بسانت ان شاء الله منتظرين منك مديلية في باريس وانت احد المرشحات بقوة لمديلية في باريس عشرين اربعة وعشرين باذن الله هنروح للقاراتية وهي لعبة يعني العظماء او لعبة الانجازات الكاراتية الحقيقة اللي حققت انجازات كبيرة وكان اخيرها في توكيو الكاراتية وحقق سبع مديليات في العاب البحر المتوسط خلينا اقول لهم لحضراتكم السبع مديليات حققنا اتنين دهب تلاتة فضة اتنين برونز المنتخب قدم مستوى مميز جدا وظهر اكتر من لعب من نجمنا بالشكل اللائق ولو روحنا للمديليات بقى هنلاقي ان فريال اشرف نجمتنا ويوسف بدوي قدروا انهم يفوزوا بالمديليات الدهب ويسيب عبدالله ممدوح وريم احمد واحلام حمد المديليات الفضة والبرونز كانت من نصيب عمر ابو قورة واحمد لطفي ومصر جات في الترتيب العام التاني بعد الجزائر في منافسات الكاراتية في مديليا من المديليات دي غالية جدا علينا وهي مديلية بطلنا يوسف عماد او يوسف بدوي واللي صامم ان يلعب المطش بالرغم من اصابته وبالرغم من انه مسؤولين اللجنة اللومبية المصرية كانوا خايفين عليه وكانوا حرسين من انسحب من النهائي لانه صمم وراح لعب المباراة بروح المصريين ورجعوا للملعب وده من لعب ويفوز بالدهب وده مديليا الحقيقة يعني بطولية مش مديليا بس دهب ولكن مديليا بطولية ان لعب يتغلب على نفسه وعلى الامه وعلى اصابته ويقدر يفوز بدهب في مباراة هو كان فيها متأخر الحقيقة ده انجاز كبير ولعبتنا الحقيقة بتضرب ملاحم كبيرة وخلينا اقولكم البحر المتوسط هي بطولة ليست بالسهلة عندك ايطاليا عندك اسبانيا البرتغال الجزائر مصر تونس كل هذه البلاد بتطل ومكدونيا انا مش عايز يعني وايطاليا مش عايز انسى بلد من البلاد الفرنسا بلد يعني اغلب هذه البلاد بتلاقيها في الولمبيات الكبرى يمكن من انتقس ايه الصين امريكا وروسيا فقط التلت دول الكبرى دي ولكن اغلب هذه الدول موجودة في الولمبيات الكبيرة الولمبيات الكبرى اللي هي الولمبيات ان شاء الله باريس عشرين اربعة عشرين اذا مصر تستحق الكراتيب يستر التاريخ ايضا في باريس او في انا اسف في وهران الجدائرية هنروح للجودو ايضا من الجودو من الرياضات اللي تنبأنا ليها ايضا بانجاز كبير ومشي في الطريق الصحيح ذهبية وبرونزية للجودو بالعاب البحر المتوسط لعيبة منتخبنا الوطن الاول للجودو حقق وميداليتين في دورة الالعاب البحر المتوسط وتبتلعب دلوقتي في وهران الجزيرة ومدينة وهران الجزائرية مصر شاركة بتنين لعيبة بس في منافسات الجودو محمد عبد الموجود قدر يحقق ده في وزن تحت 66 كيلو جرام اما يسري سامي الصاعد بقوة في قدر نحق المديلية برونزية في منافسات تحت 60 كيلو جرام الجودو المصري زي ما قلت لحضراتكم ماشي بخطة سابتة ورايح لاتجاه جيد ان شاء الله بإذن الله مديلية في باريس بإذن الله يعني البطولة القادمة وخلينا أقول لكم ان هم اتنين لعيبة شاركوا بمديليتين وهي نسبة كده 100% انت رايح بمديليتين لعيبة خدت بيهم مديليتين دهب وبرونز اذا تحقيق نجاح هدفك ب100% اذا الجودو نجحت ووعدت في أوفد ان شاء الله منتظرين كمان في باريس 20-24 المزيد من المديليات الأولمبية هنروح لتنساء الطاولة في انجاز تاريخي انجاز تاريخي كبير فريق السيدات لأول مرة في التاريخ يفوز بدهب أو دهبية البحر الأبيض المتواصل من اللي بيمثلنا في فريق السيدات هنجودة دينا مشرف خلينا نقول الأول دينا مشرف مريم الهضويبي وهنجودة بالسن الثلاث لعبات يعني أقول ايه ولاد النادي الأهلي يعني بنات النادي الأهلي هم الثلاثة بنات النادي الأهلي ادروا طبعا دي صورة هنجودة ادروا يحققوا الدهب ألف مليون مبروك المديلية الدهب جاءت عن طريق منتخب السيدات واللي قدر يفوز منتخب إيطاليا في النهائي ثلاثة اتنين المنتخب كان مكون من الثلاثة زي ما قلت لحضراتكم دينا مشرف مريم الهضويبي هنجودة وكان معهم كابتن عادل شمان شفنا صورته من شوية أقصى اليمين كمدير فني ولو رحنا المديلية الفضية فكانت من نصيبه عمر عصر لعبنا الأولمبي واللي فاز بيها بعد اخساره في النهائي بعد مباراة ماراتونية وكبير قدمها عمر عصر لعبنا الكبير وفاز بنتيجة أربعة اثنين اللي يأخذ المديلية الفضية ألف منهم مبروك أبناء أو بنات النادي الأهلي عمر عصر دينا الشربيني دينا مشرف أن آسف مريم الهضويبي هنجودة الأربع ابناء النادي الأهلي يعني يأخذوا مديلياتهم ورجعوا بيها لمصر إذا النادي الأهلي ما ذال بيؤدم أبطال كبيرة وأبطال من دهب لمنتخبات مصر وكوادر عديدة لمنتخبات مصر يعني بيخروجوا من النادي الأهلي هنروح للمصارعة مصارعيننا الحقيقة اللي طبعا دايما بنحط عليهم أمال كبيرة هم ورفع الأسقال كمان المصارعة تحصد تسع مديليات بألعاب البحر المتوسط رقم كبير من المديليات حقاتها المصارعة هنقول لحضراتكم المديليات جاءت واحدة دهب واثنين فضة وستة برونز عمر الرضا حقق المديليات الذهبية في المصارعة الحرة الوزن تحت 74 كيلو جرام وحقق زميله يحيى حافظ المدالية الفضية في المصارعة الحرة برضو في ميزان تحت 65 كيلو جرام أما المدالية الفضية التانية فكانت من نصيب عبداللطيف منيع واللي حققها في ميزان وزن فوق 130 كيلو جرام أما باقي المديليات البرونز فكانت من نصيب شايماء أعطف في منافسة المصارعة النسائية في وزن تحت 53 كيلو جرام وجد زميلتها العالمية صمر حمزة وحقق مدالية في وزن تحت 76 كيلو جرام وحقق يوسف حميدة برونزية المصارعة الحرة في منافسات تحت وزن 125 كيلو جرام وحقق هيثم فاهمي برونزية المصارعة الرومانية في وزن 60 كيلو جرام وجاب عمر عبد الرحمن المدالية البرونزية في المصارعة الرومانية في وزن تحت 67 كيلو أما آخر مدالية فكانت عن طريق نور الدين حسن واللي حققها في منافسات وزن تحت 87 كيلو جرام ألف مليون مبروك طبعا أبطالنا أبطال المصارعة وننتظر المزيد والمزيد من المداليات تسع مداليات يمكن هم أكبر بأثة أو أكبر رياضة حقاقة مجموعة من المداليات وهي المصارعة وطبعا نعمة سعيد رفع الأسقال سطعت في إنجاز تاريخي أيضا أنها تحصد على مداليتين دهب إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لأبطالنا هنخرج من مدينة وهران هنروح لكمال الأجسام واللعبة المصرية المشهورة واللي لعبها الكثير من المصريين لأول مرة في التاريخ يتأهل خمس لعبين مصريين إلى مستر أولمبيا القادمة أربعة بالإضافة إلى مستر بيج رامي وده إنجاز كبير كبير يمكن آخره كان حصول حسن مصطفى نجم فريق كوسكواد على بطولة أورلاندو برو للمحترفين وده صورة طبعا هو بيتوج باللقب مدالية الذهبية وعشان يروح ياخد مدالية في قلب أمريكا لأن الموضوع صعب جدا حسن مصطفى من اللاعبين اللي منتظر لهم أن يكون بإذن الله إن شاء الله امتداد لنجمنا الكبير بيج رامي إن شاء الله ربنا يدي له الصحة بيج رامي ويستمر على القمة سنوات كتير يا حسن مصطفى استطاع أنه بالرغم من تأهله لمستر أولمبيا هو خلاص كانت أهل ولكن فضلوا أن يشارك في بطولة أورلاندو برو وستطاعنا يفوز فيها يعني بإنجاز كبير جدا عندنا خمس لعبين بيج رامي محمد شعبان محمد إنبابي أحمد شكري حسن مصطفى وأتوقع ممكن يكون فيه سادس وسابع أنا جابلكم من الكواليس وده إنجاز كبير لرفق أو كمال أجسام المصري يمكن بيجي خلاص مستر أولمبيا جاية في شهر عشر أو حداشر القادم نتمنى إن شاء الله أن مصر محافظة عليها خلي بالكم الكلام ده كله بيفرق كتير جدا كل الميديا في العالم بتتكلم عن الأبطال المصريين في كمال أجسام وده مش غريب عن الصلابة والقوة من لعبيننا نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للعبين المصريين في كل المحافل خلينا اتعلي فاصل عزيزي المشاهدين ونرجع من الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا النهاردة مصطفى عسل هيكون معنا هو مدرب والكابت المحمود عبد القادر وولده الأستاذ محمود عسل والدته الأستاذة مونة متحد ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد في البداية برحب بالتايجر الأهلاوي ثالث العالم في سكواش صاحب الواحد وعشرين سنة مصطفى عسل أهلا بيك يا مصطفى أهلا بيك يا بتايسة نورنا الفقرات المدى الأحلى لنورك والله يا مصود جدا أنا هنا أكتر من بيتي والله وإحنا بنذكرك طبعا نحن عارفين أنت أجلت أجاستك مخصوصا عشان تبع معنا النهاردة ودي حاجة طبعا مش غريبة عليك ولا حبك ولا انتمائك للندي الأحلى لا لا مقدرش مقدرش أنا يعني وجودي بس هنا شرف لي حبيبي بنورنا ومنرحب بمدربه مدربه الحقيقة اللي بيولسكه في كل مكان واللي الحقيقة لو قلت أنه هو بيخاف على مصطفى وبيتمناله الخير أكتر من نفسه ما بقاش ببالك معنا الكابتن محمود عبدالقادر المرحب بي أهلا بيك يا كابتن محمود ويا رب إن شاء الله للسنة الجاية لنعمل حاجة أحسن من كده بكتير خلي بالك أنت كنت لعيب جامد جدا برضو حاجة سوفر يعني وكان متوقع لك أن أنت تبقى حاجة جامدة فكونك تبقى واقف في ظهر مصطفى أكيد دعم كبير جدا ليه أنا بعتبر مصطفى أخوي الصغير مش أقول ابني يعني مكبرش نفسي يعني أخوي بجد أنا بحبه زي أولادي الصغيرين بس أنا بحاول وصلوا لحد أقصى حاجة أقدر أعملها ويرب أقدر أعمل اللي يتمنيه ونوصل أعلى حاجة اللي هو ترتيب رقم واحد وأنا وعدت بكده إن شاء الله هنحاول نعمل كده وعدت فوافيت ويمكن أجيلك يا مصطفى اللي معنا في الستوديو خلينا أعرف لكم بس الكؤوس ده بطولة العظماء التمانية السنة اللي فاتت وفاز بها مصطفى الحقيقة وكان أصغر لاعب في التاريخ يفوز بهذه البطولة ولم يسكتش عندي كده بسم الله ربنا يحفظه يا رب ويحميه من كل شر فاز بها السنة دي كمان واللاعب الأول في التاريخ اللي يفوز بطولتين العظماء التمانية يفوز بهم في سنتين متتالتين يمكن فيه لعبة أخذتها في حياتها مرتين ولكن مش متتالية وده بطولة الجونا الحقيقة اللي كانت يعني تعطبت بطولة عالم مصغرة وقدر من يفوز فيها وكل البطولات دي الحقيقة ساعدت ان يوصل لتالت العالم يمكن مصطفى انت كنت هنا من حوالي كذا شهر وقلت أنا مش حاطت في الماء خلص تبتيب العالمي أنا أهم حاجة عندي اللي احنا شايفينه ده أنا مستوية وقدر أحصد بطولات والرانكينج بعد كده هيجي كلام ده بيتحقق الأرض الواقعة مصطفى الحمد لله في عيسان والله يعني مجهود كبير جدا يعني من بابايا ومامتي وكابتن محمود برضو معي على طول وتيم كبير جدا وجماهير النادي أهل الصراحة سبورت من أول يوم يعني دعم غير طبيعي في البطولات الحمد لله والله يعني السيزن ده عرفنا نطلع منه بحق قويس قوي بس ده يعني ان شاء الله خطوة نراكس في اللي جاي يعني ان شاء الله نبتها تعالى محلو قوي الحمد لله بس ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله قادر ان اختم سيزن اللي جاي ان شاء الله ان مراهد العالم احنا يعني ان شاء الله عندنا ثقة في الجهاز كله وان شاء الله خير طب قول يا مصطفى يمكن يعني السنة دي كانت سنة صعبة عليك انا كنت يعني حاضر معاك كل حاجة من المطب اللي حصل والسوق التفاهم اللي حصل مع المنظمة البي اس اي وبعد كده قدرت ان انت تريكاور في واحد في سنك في السن ده مع المطب ده والازمة دي ما كان ممكن يعني يتأخروا كتير ولكن انت عدت على المطب ده وكملت ودست اصعب مرحلة كدت السنة دي كانت اني مرحلة يا مصطفى انا وضعك ده صعبة جدا فكرة انا ملعبش شهرين دي وعني سوق تفاهم مع الاتحاد الدولي وحاجات حصلت كتير قوي في سيزن ده من يعني حمد الله الواحدة ميجي بص كلنا ميجي بص اللي هو في الاخر ان هو اتحق ده اللي حصل ده 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 تعويض كبير جدا عند ربنا يمكن ممكن يعني يكون فيه زغل بشوية حصل في الفترة اللي هي الشهرين دول اللي حصلت او حاجة بس ربنا بيعود في الاخر يعني سبحان الله اخر بطولتين في السيزن يعني يمكن بطول تعالى ما توفقتش فيها خسرت المساعدة معالي فرج في السمي فائدن ثلاثة اتنين 11 تسعة بس زعلنا جدا على الماضي شده يعني زعلنا جامد قوي ساعتها وكلنا قلنا ان شاء الله يعني عملنا تارجد كده ان شاء الله البطولتين اللي جايين دول ان شاء الله تحققهم والحمد لله البطولتين يعني لو لو بص يعني ارجع بالزمن ورا شوية اللي هو بطولتين العالم لأ عمري ما بص ان انا هكسب بطولتين دول فالحمد لله الحمد لله ربنا عوادك واكيد ده كرم ربنا ويمكن نفس الكلام لكابتن محمود انت يعني اكيد اي يعني لاعب بيبقى عنده صعبات يعني بيبقى في السيزن كله بيبقى مش ماشي كيرف واحد بيبقى up and down ويمكن مصطفى يعني بالسنة دي كان فيه امور صعبة منها الاصابة تعرض فيها في امريكا رجع من الاصابة سوق التفاهم اللي حصل ده يعني شايف السنة دي كانت سنة صعبة على مصطفى ولا شايف انه لسه الصعب مجاش بصها السنة دي كانت صعبة جدا يعني اللي حصله في الاصابة في امريكا وبعدين كان عنده بطولة بعد بالاصابة على طول بعديها بالسبوع مكناش عارفين احنا هنلعب ولا لا وكان له واحده هناك كلام وكان له واحده ومش عارفين احنا بكلمه ببعتله بقوله انت ايه الاخبار لا مش قادر مش قادر اجرب مش قادر امسك المضرب طيب خلاص ارجع عشان نشوف احنا نعمل ايه وبعدين فيه دكتور هناك ساعده وشافها وابتده يعمله حاجات كده عشان خاطر يقدر يلعب في البطولة اللي بعديها والحمد لله برضو عمل يعني كسب البطولة كان حاجة صعبة جدا والوقف اللي حصل عطلنا شوية بس الحمد لله احنا رجعنا ورجعنا اقوى من الاول ومخسرناش غير يمكن في الشهرين درون بطولة واحدة ما اشتركناش فيه انا بتكر بالزبط صحب بطولة واحدة كانت فيه بطولتين بطولتين احنا ملعبناهمش كان بطولة في امريكا وبطولة تانية في انجلترا مع كل ده ونوصل تارية عالم الحقيقة ويعني مجاين من الستاشر بتادينا في المركز الستاشر باكده وصلت تارية الحقيقة ده انجاز كبير جدا الحمد لله الحمد لله وبعدين الاصابة لما رجع ما كانتش تعالجت بشكل كويس طب خليني لأ ده انا عايز اتكلم بتفصيل اكتر عن الاصابة بس خليني اطلع لفاصل استاذ الحدايا كابتر محمود عزيزة المشاهدين اطلع لفاصل للأذان وارجع بعد كده الفاصل عشان نتكلم ونتكلم عن اهم المباريات اللي كانت السنة دي مع مصطفى عسل ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ويمكن في انجاز كبير الحقيقة وعاجل ولكن ليس من مدينة وهران الجزائرية ولكن من امريكا صار سمير ربعتنا في رفع الاثقال واللي بعدت كتير هي وربعنا بسبب الايقاف تعود بقوة وتفوز بزهبية خطف بطولة امريكانة واللي بتقام على الاراضي الامريكية الف من يوم مبروك يا صارة وانجاز جديد ولكن يأتي من بلد العم سام وليست مدينة وهران الجزائرية الف من يوم مبروك يا صارة وكل ده يعني خطة جيدة وخطة قوية نحو باريس عشرين اربعة وعشرين لتحقيق الحلم الكبير وهو اكبر عدد مدليات وانحنا نقفز قفزة كبيرة تستحقها مصر في الاولمبياد الدولية الف من يوم مبروك يا صارة ان شاء الله مديد من التوفيق رجعلك كابتن محمود يمكن كنا بنتكلم عن مصطفى ويمكن في الفاصل تكلمنا انه مصطفى من اللعيبة اللي لو استفزته بطلع احسن اللي عنده كلام ده صح؟ اه صح ده حصلت كتير وانا لما بيحصل كده في الملعب ببقى عارف انه هيرجع للماتش ويكسب عادي يعني انا بستنى اصلا الموضوع ده من الحكم او بستنى من اللعيب يعني فانا يعني بقى قاعد نستني حد يا جماعة طب حد يستفزه اه فانا يعني بستنى الحكم يقوله حاجة يشده او اللعيب التاني او اللعيب التاني يتكلم معاه او يتكلم عليه او بتاع فبتلاقي مصطفى بيخش بقى لا انا مش هسيبك النهار انا كده 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 عاكسب او كده كده بيخش عشان يكسب بس هو انت لما بتخط يعني بتعصره مش عصبية الدمهية انت قصدك انه يعني يعني يستفز فيه غيرته مش عايز اقصر وخلي بالك برضو ما يعني يعني في ناس كده يعني ما لهاش علاقة بالسكواش بتهاجم من الوقت الاني ع السوشيال ميديا وانا شايف ان ده بأمانة يعني يعني حاجة كويسة جدا بالعكس يعني يعني يا ريتي هاجم مصطفى كمان وكمان عشان مصطفى يتقال لك اكتر اكتر احنا بنسمع لهو مش اكتر يعني احنا بنشوف الكلام اللي بتقال بس ما بيقصرش فينا يعني الكلام ده ما بيقصرش فينا احنا مركزين في هدفنا احنا عايزين نوصل لحتة معينة فالكلام ده ما بيقصرش خالص يعني بنوعد نضحك ساعات بنوعد نضحك على الكلام اللي بتقال ده من الناس اصلا ممكن ما مسكتش مضرب أو ما نبستش تي شيرت وشورت صحيح صحيح فاحنا الكلام ده ما بيهزناش الكلام ده ما بيأثر فينا الرد بيكون في الملعب والأداء في الملعب والتركيز بس هو الفكرة انه لما يبقى مصطفى يعني يلاعب صغير في السن وواحد وعشرين سنة وتحمل الدقود دي هادي الميزة بس خلينا الأولى كابتن يعني احنا قلنا خبر صار يعني سامير منذ لحظات بالفوزها بذهب ذهبية الخطف ولكن الجميل انها خدت ثلاث مديليات وهو الخطف والنطر ومجموع خدت دهب في أمريكان البطولة رفع الأسقال اللي بتقام على الأراضي الأمريكية وهي أحد البطولات الكبرى الحقيقة اللي بيشارك فيها كل الأبطال العالم صار تاني بنقول وجي خبر عاجل وتصحيح كمان وإضافة مش تصحيح إضافة كمان للي قلنا قبل كده خطف ونطر ومجموع تفوز حالا لسه الخبر حالا صار سامير فازت بالثلاث مديليات دهب ألف منهم مبروك وسط عالقة العالم للأرض الأمريكية الآن صار إن شاء الله أحد المرشحات وبقوة لمديليا في باريس واللي كانت مرشحة كمان في مديليا في توكيو 2020 ولكن أبعدتها الإقاف عن المشاركة مش هي كل منتخبات مصر نتيجة الدوبيكينشيك أو المنشطات اللي كان حصل قبل كده وهو موضوع الحقيقة كان في قصة كبيرة محتاج نعمله حلقة يعني يمكن اللعيبة دي تظلمت اللعيبة دي تظلمت الكلام ده كان يعني ظلم كبير ولكن أنت تعود يعني بقوة كده ألف منهم مبروك يا سارة إن شاء الله نرجع لحوارنا يمكن يا كابتن يعني سن الزغير 21 سنة أو 20 سنة أو من 19 سنة كمان ومصطفى من 17 بتعرض لهذه الضغوط ويمكن يعني بتبقى حلوة لما في السن ده يقدر يسابورت ويواجه ضغط العصب في المباريات ضغط عصبي فيه من الحكام يعني بيبقى حلو في السن ده. هو مصطفى سنه المنتاليتي بتاعته مش 21 يعني هو من تلتي أكبر من كده بكتير. يقدر يستحمل أي ضغوط بيعرف يخرج من أي ضغوط عليه وإحنا بنحاول أنه هيقلوا المناخ اللي يقدر يشتغل فيه وبنقل نتكلم معاه كتير يعني أنا أو نعم أنت مش دور فني بس دور كمان نفسي كمان لأسرته كمان طبعا نتكلم كلنا ما فيش حد بي. أحلى حاجة في في المنظومة وفي كل حاجة إحنا أسرة يعني ما إحنا كل واحد بيتكلم في كل حاجة مش بإحنا بنشوف في الوجهات النظر يعني. والأحسن يتعمل. وبالزبط يعني كله من نجتمع كده ونشوف اللي هيحصل كذا كذا. ده اللي تعودنا عليه وتربنا عليه في النادي الأهلي اللي هو كل واحد عنده حاجة إضافة. قولي. قولي. الخلية اللي أنت دايما عارف الواحد لما بيحس بأي حاجة بيجري على خلية كده يقعد معاه ويتكلم. خليتك مين؟ أقول له الله يعني كل التيم بتاعه هو. مين؟ قولي يعني بابا ماما كابتن محمود. بابا ماما كابتن محمود. مروان أخوك أكيد لي رأي. طبعا. أبراه الله أصغر منك بس رأيه برضو مهم. طبعا مروان وبطل. وأحمد حسني كابتن أحمد حسني كمان. مدير فني دلوقتي فريج سكويس في نادي الأهلي. وكابت محمود عباس برضو. محمود عباس طبعا. يعني كل الناس دي بتساعدني بشكل يعني رهيب برضو مدرب مدرب الفتنس بتاعي ديريك راين من آيرلندا. سبورت كبير قوي برضو منتل برضو كوتش بتاعي برضو من آيرلندا. لأ يعني وبرضو مش هنسن نيوتريشنس طبعا قلت كل حاجة من انجلترا برضو. فالموضوع يعني هو جهاز كبير. ما فكرتش يا مصطفى تطلع يعني تتعيش في بلد تانية بلد. احنا طبعا مصر نظرنا أحسن بلد في العالم ولكن نتكلم بلدي بقى فيها فيها حاجة. يعني فكرتش الفكر ده فمرة بقى مانا. لا بقى مانا صراحة عمري يعني عمري ما هلاقي المناخ اللي موجود هنا من والحب اللي هنا اللي هو من من مصر ومن نادي يعني ما عندي كل حاجة في النادي يعني أنا عندي كل حاجة في النادي. أنا كل يوم في النادي. أنا مش هدو أحرك يعني ان اسأل كابتن محمود. أنا يعني أنا لما بروحش النادي بفتحات غريبة. أنا لازم حتى اسأل بابا يا موجود يعني لو حتى عندي طيارة لازم عدي عن نادي بقى كيروحت. الله على الانتماء. فعلان دي الانتماء. انت حابب. أنا حب كده. لا. حابب كده. أنا يعني حتى لو روحت إصبعين الجونة وبقى كده. حاسن لأ في حاجة غريبة في حياتي. يعني بيتها فائل على طيارة. وكمان انت كان عندك ماتش مهم وكان نهائي الرجاء. اللي هو رجاء والأهل في النهاء والداد في النهاء أفريقيا. وانت خرجت من الملعب في النص بتسأل ماتش ايه؟ لا أنا محبش الأهل اللعب في موقع انت ماتشاتي خلص. خلص أنا حتى أنا كنت في الجونة. ماتشاتي كلها كانت ساعة سبعة ونصف. فأنا عارف بقى ان ماتش الأهل الساعة تسعة. خلص كذا. أنا خلص الماتش ده أخذ ساعة ونصف. يخذ كده أول استفساس كتير يعني. فبس اللي هو أنا. اتفاجئت بعديها بيومين ان انا اتغيرت بقيت ساعة تسعة. فقلت طب ازاي ده طب عمال بقى ساعة تسعة. اه بالزبط. وشفنا كمان لك سورة مصطفى بعد ما خدت البجونة وخدت الأوزماء التمانية وحضمت الكسين ونمت بالعالم النجل آلي. وفلقة حلوة بسراحة. يعني يعني أكيد انت حابب. وخليني أقول لك ان انت دخلت حتة ان السكواش شجع جمهور الدركة الثالثة. خلي بالك دي ده جديد ده الحلو. هما يعني. الجماهير دي يعني. مش هادر اقول لحراكة السابورت والدعم اللي حصل على سنين اللي فات دي كلها. وكمان الجونة وال. تقول لهم ايها مصطفى. تقول لجمهور ايه اللي صندك الفترة الفاتت بشكل كبير ودفع عنك. مش هادر اقول لك لما كان بيحصل حملات او كده. انا ما عرفش عنها حاجة صراحة. بس اللي هو يعني برضو اكيد ناس بتسمع. فانا بسمع. بس طبعا ما بشوفش يعني. انا كنت بفتح ايدي خلال السوشيال ميديا. بلاقي ان هما بدافعوني وانا ما عرفش عن ايه. عشان انا عارف ان في حاجة بس انا مش عايزة بص عشان متأسرش باي حاجة. فبص ايه تا 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 ازاي لي يعني بطولة عالم في الشباب. بطولة دي انا عمري ما كنت احلم في هم الايام ان انا راكة الكساتة اللي موجودة دي انا احققها ان كنت بتفرج عليها اللي هو بتفرج على الناس انا بشجحهم. واللي هو لو لو دخلت واحد معا مع صحابي بحس بالفخر ان انا قاعد بتفرج. فالحمد الله بهدرهم طبعا عن الجائزة دي دايما في ظهري دايما مسنديني. اشكر مجلس الادارة يعني انا اول ما رجعت على طول رجعت على التكريم كنت يعني كنت محمود الخطيب يعني مشكوره جدا عن الدعم الكبير ده واسفانس خالد مرتاجي وكل ده مجلس الادارة. والله يعني انا مما دخلت اتكرمت كان يمكن اتكرر نفس الموقف تاني اللي هو كان ساعتها في طولة عالم الشباب. يعني انا دخلت وكابتن محمود الخطيب قال لي احنا ان شاء الله عايزين الاحسن. احنا ان شاء الله تبقى ان امر واحد على العالم. وكابتن خالد العود طبعا يعني كل الساقورت والدعم. بيكلمي في طرفات بيقولي الكوتشنج ايه يعني بتاع الماتش. مركز المصطفى عايزين نعمل واحد اثنين ثلاثة. فلا يعني قال لي كبان مواقف كابتن محمود الخطيب ان انا يعني قال لي انت مسافة تخرج من الباب ده خلاص انت كده بطولة ناسية. صح. حتى فريق الكرة بيقوله كده كابتن محمود الخطيب. هو دايما عاشق للكيان وعاشق للانجازات والبطولات. هو ما بيش بعش كابتن محمود الخطيب. هو ده قيبة كابتن محمود الخطيب ان هو كأسطورة كبيرة يعشق النجاح ويعشق الانجازات. كابت لأ لعبة في نادي اهلي شرف. يعني حاجة انا عرفت انتم. انت بتصرر ان انت في البطولات الفردية بتلعب باسمك مش اللوجو النادي يبقى على اكتشارتك. اه طبعا. اه طبعا. حاجة يعني ده اسم غالي اوي اسم كبير اوي وما كان عندي مش طبعي يعني. احنا كلنا كأهلوية في البيت. واحنا كأهلوية من حبك انا شطفى. حجبت واحدة استنسل منك بواحدة كلنا على عبة مصطفى الحاجة. طب قل لي يا كابتن يعني يمكن مباراة السنة دي كان في مباراة صعبة كتير. ورى بيها مصطفى. شايف اصعب مباراة كانت يعني صعبة. مش لازم تبقى فنيا صعبة. ولكن الظروف اللي حولها كانت صعبة مثلا. ايه اصعب مباراة السنة دي. في كزا ماتش. يعني. ماتش علي فرج في بطولة العالم. ماتش دييجو في دياس. وبذات دييجو الياس لان دييجو لازق في مصطفى في الرنك. اه فالكامتش مهم. فلازم نكسب يعني ما فيهاش. عشان خاطر نبعد شوية عنه. عشان احنا نبقى دايما احنا. سبقين. اه. دي كان مباراة صعبة. بالذات دييجو الياس. يعني هو الوحيد. وترتيبه كم دييجو الياس الوقتين. اربعة. رابعة. لا انا عايز اقول حركة يعني. قسم مشكلة اللي حصل برضو. في يعني انا ملعبتش في مدة شهرين. كان فيه ثلاث بطولات بطولة في انجلترا وبطولة في امريكيا. بطولة كبيرة بلاتينيوم وبطولة جولد. خلاص بقيت اخش مع. يعني يعني فيه ماتش انا فاكر. لو كنت خسرته من ديجو. كان ساعتها بعد اللي هو الكناري وورف على طول بعد. دهما رجعت على طول. خسرت فيها في الفاينال دي. اه. الماتش ده كنت خسرته كنت هنرجع عن المرية تمانية. يعني كنت هنرجع من 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 فين من اربعة تمانية. دغط جانب نفسي. لا دغط وكل شوية. ما عندك ش اوبشان تخسر خلاص انا فاتت مني تلت بطولات. اللي جاي لازم كل اكسب. بزرط انا الوحيد اقل لواحد لعب في البطولات دي. انا عندي عشر بطولات بس. يعني ما فيش حاجة تاني. كله لعب اربعة عشر. كنت لقيت بطولتين من تلاتة دول كان زيما انك اول عالم دلو. يعني حمده الله. حمده الله. حمده الله. حتى اختفيت وكنت يعني ما كنتش ظاهر. انت كنت متدايق اول. كنت متدايق اول. لا كنت باين علي اول اللي هو خلاص. حتى انا في يوم كده اللي هو بواصت فيه دايت. انا كنت متأكد ان زعلتني. يعني خلاص انا زعلاء. يعني اللي هو متدايق. بس. الحمده الله هي قدتني دفعة للبطولتين دول. طبعا يعني. يعني حمده الله ومبسوط جدا. انا فاكر يوم يوم اخسر من علي. انا كنت مستنيك تحت. ديتهم بيعيط. قلت له. الدنيا ما خلصتش. احنا لسه قدامنا لسه كتير. لا. قلت له احنا يعني كان نفعل لترات ايام او اربع ايام على طولت الجونة. فقلت له. احنا لسه عن فايت تاني. كمان لترات ايام. احنا هنكسب للي جاية. ما تزعلش. يعني خلاص. طولها خلصت. طولها خلصت وماتش خلص. احنا خسرنا ظلم كمان. فاخر. كورة دي. ما الحاكم كانش عايز اعدها. وكورة دبل. ايا كان. ايا كان. خلص. مش مهم. المهمة. قلت له. البتولة اللي جاية هنكسبها. وها ما تقلقش. وهم نفس اللعبة اللي هي لعبة الجونة. نفس الدروق. نفس الدروق. نفس الدروق. نفس كل حاجة. يعني الجونة هي بتولة العالم تاني. محشان جدا. انا قلت. بس خلينا اقول ان مصطفى في ناشئين يتفرجوا علينا. مصطفى يمكن اول بطولة خدها في حاته خمشار سنة. يعني مصطفى حصد بطولات متأخر. اربعتاشر خمشار سنة. فده برضو في حد ذاته. صحة مصطفى كل ما نقوله. فده في حد ذاته. يعني مصطفى بدي مثال لكل اللعبين. ما تقلقش. لو اتأخرت بطولة سنة اثنين وتلاتة او اربعة. السبب. الكلام ده صحيح يعني. يعني الكلام ده انت شايفك برضو راجل فنيا في السكواش ومدرق عام. شايف الموضوع ده ازاي. في ناس بتبقى تحت 11 رقم ابطال. وفجأة ما تلاقوهم مش اصلا يعني. 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 هو تحت 11 رقم اثنين على مصر. احتفل. او ما نتلاقوهش. تحت 19 كبير. ما نتلاقوهش. وتحت 19 فلايه لايك. تلاقي واحد ده من. يعني. 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 لأ. اصدك ان يتأخروا البطولات ده مش انديكيشن يعني. 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 عادي. 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 اعمل عليك. واكتهد. واتمرن كويس. وربنا. عامر شبانة. عامر شبانة برضو. بالزبط. عامر شبانة تأخر. ما كانش طوي. يعني. اصدك اقول ان هو. مهما كان يا كابتن. ان انت ما تخلاش عن حلمك. يعني. عايز تبقى بطل. اشتغله. يعني. عشان نوصل البطولات دي. وما شاء الله. يعني. احنا جماعة. الشنطة مليانة بره. احنا ممكن نملك الستوديو. بس. احنا. يعني. يعني. مفيش مكان. حقيقة. نحط. ولكن. يعني. البطولات. اكتهد. وتعب. واخلص. هيكون دل نتيجة. بالزبط. يعني. يعني. وهتيجي على نفسك في حاجات. طبعا. دي لقطات. يا مصطفى. من كابتن. كابتن. محمود الخطيب. تكريم. كابتن. محمود الخطيب. في نادي. قال. يفور عودتك. مباشرة. من. بطولة. الجنة. والتمانية. العظام. يعني. يعني. بالي عليك. الساعة. برده. برده. طبعا. طبعا. حاجة. 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 شياك. وكابت. خاد. العودة. من دي. بنشاط. رياضي. تريدي. روح. يعني. 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 والمركز الإعلامي. مستنيك. أستاذ طريق انديل. أحد. الدعمين الكبار. طبعا. للألعاب. الأخرى. كابت. مرتاجي. والأستاذ العمري. فاروق. طب. ده. 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 طبعا. يعني حاجة بص فخر جميل جدا هي دي روح ما بين النادي كلنا كأسرة واحدة منظومة واحدة انت ما ترجع من بطولة زي دي وتلاقي النادي الاهلي ورئيسه الأسطورة الكبير كابتن محمود الخطيب بيكرمك وحسس بالإنجاز اللي انت عملته طبعا الدنيا بتختلف خالص وانت مطالب خلي بالك بمزيد يعني كابتن محمود الخطيب دايما يقول لك انت خدت البطولة بقت ماضي خلاص نبني كنن في اللي جاي لا يعني رواحت دا ما شفت الفيديو الليوقتي بقى اللي هو الفرحة يعني مش طبعية كابتن محمود الخطيب بقى تتكرم معي وسلم مجلس لا حاجة وبعده جي تكريم وزير الشباب الرياضة كمان دكتور أشوف صبت يعني برضو الدولة المصرية ممثلة في وزيرها بتكرمك فدي برضو يعني حاجة أكيد يعني وعلى فكرة التكريم دا مش ليك برضو يا مصطفى بس الجهازك كله طبعا والدك والدتك نادي الاهلي فده يعني فحد ذاته يعني هل انت أسعد واحد يا كابتن محمود؟ أكيد أكيد أسعد واحد طبع يعني أنا لما مصطفى بيكسب أعرف ان دلوقع كان يعني أنا اللي كسبت تعاف يا كابتن أنا حسس في عينيك بالعرف تكلم عن أخوك وتتكلم عن ابنك يعني أنا حاسس ان انت مش مدربه أنا干كلم عليها أه ما كلم عليك بالزبط ايه انت في عينيك كلها يعني مشاعر وإحساس انت مش بتشتغل عشان بتشتغل معاها انت بتشتغل عشان حالب حابب مصطفى وشايف فيه ان هو يستحق كتير يعني طب قولي انت كمدرب شايف اكتر حاجة اتميز مصطفى اللي ما شوفتهاش في اي حد بتاقي يعني في حاجات بيشترك فيها الابطال كلهم ولكن في حاجة بيتميز لا بسفرت يعني هو عنده روح اه روح ده بيحب يعني يعني بيحب يطلع كل اللي عنده فهم يعني السكواش بتاعه مختلف عن النظم اللعيبة التعنيها بيحب الجمهور يعني دي حاجة مش موجودة اصلا في السكواش انا كان نفسي يبقى كده يعني انا بشجعه على كده ان هو لازم يبقى كده لعلمك انا عرفت يبقى السر فين هنا انت شايف مصطفى ان انت كنت عايز تبقى كده فانت بتطلع كل اللي جواك مع مصطفى كأنك بتدين نفسك برافو برافو فكتبا كابت محمد عباس بردو في احنا كلنا كابت محمد عباس بردو في احنا كلنا نادي القديم يعني صراحة شهو صريح بردو تطلع في زهننا يعني وبشكرك شكرا جزيلا بس انت هتنتظرنا لان احنا في الاخر عامين مفاجئة لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا بشكرا جزيلا بشكر رزاة النيد الاهلي وكابت محمود الخطيب على التكريم من حصد مصطفى وأوعدكم ان شاء الله ان في مزيد من الانجازات والسنة الجاية ان شاء الله ان بقى رقم واحد على العالم حلقة اللي فاتت لما كنت عاد معاك أنا قلت لك إن شاء الله هنبقى في أول أربعة وإن شاء الله للسنة الجاية وعدكم إن شاء الله هنبقى رقم واحد على العالم شكل جدا يا كبت شكل يا عزيزي المشاهدين هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هيكون معنا الأستاذ محمود عسل والد مصطفى وأيضا الأستاذة مونة متحة والدة مصطفى عشان نعرف نشأته ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وأكيد وراء كل بطل الحقيقة أسره وقفة وراه وتدعمه بشكل كبير والحقيقة عندنا نموذج لده طبعا والد والد مصطفى والحقيقة مشرفيننا النهاردة وإحنا كنا حرسين لقاءنا النهاردة يكونوا هم قبل كمان مصطفى لأنهما ليهم تجور كبير جدا جدا في البداية برحب الأستاذ محمود عسل والد مصطفى عسل أنا بيك أسر محمود نحن بيك في حركة السحر نحن بيتنا والله مش حاسين طبعا بيتك غرب على المكان وده أول مكان دايما قلبنا دي تجيء دي ومعنا بنرحب بالترند الأول في مصر الفترة اللي فاتت والحقيقة بحركة عفوية يعني مشاعر أم تاخد المصطفى الملعب حضراته وبسيته والدته الأستاذة مونة متحت الحقيقة اللي اللقطة دي عملت شغل جامل جدا أهلا بيك أستاذ أهلا بيك أستاذ يعني طبعا الأم ثم الأم ثم الأم صراحة فعلا كان الموقف ساعتها أنا كنتش حاسة بنفس سراحة إيه اللي حاسة لحكيلي هو كان فيه ضغط جامد جدا في البطولة دي واللي قبلها لأن البطولات كانت طورة بعض تقريبا ما بين الجونة في دوري وبعد الدوري على طول كانت بطولة التماني فأنا عايزة أقول لحديك كنا مضغطين أساسا في بطولة الجونة فالحمد لله ربنا كرم وبطولة العالم كانت قبلها كانت قبلها كمان وتظلم فيها مصطفى جامد جدا فكان فيه ضغط رهيب وهو كان ضغط مضغوط كمان يعني كنت حاسة به حاسة به أمه طب كنت حاسة بالتمرين بتاعته بيبقى عايزة يعني يعمل أكتر 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 مجبوط جامد جدا كان بيصعب علي بطريقة رهيبة يعني الجدول بتاعه بتاعه ساعات ممكن فيه وجبة ممكن ما يكلهاش لأن أنا بحضر بقى الحاجة يا محمود فيه وجبة مكلهاش فيه حاجة ما اتكلتش طب اسأل الدكتور طب بتاعه فحس بيه جامد جدا شايلة هابه جامد فكانت ضغط وبعدين بحس أكتر بمحمود كمان بيبقى الآن برو بلعب برعب عمال يعمل كده ويعمل كده محمود ما كانش كده على فكرة لا ما كانش كده خالص يعني بقى بتاعدي جامد بس برضه أنا عايزة أعرف إزاي نزلت الملعقى أنا قوم بصي أنت تقول عمرك برك كواليس خاشم عليه الشلاسي. أنا راجل فيها. أنا ملقصة لسكواش. أنا دايما يعني برك بس أنت داعم من وراء. فلما أجأ بص ألاقي فجأة والديته موجود هو بيسجد. بيرفع رأسه يلاقيك. لا أكلمني إيه اللي خليك تخش الملعب. هو كان بيعاية. مصطفى كان بيعاية على فكرة في اللقطة زيارة. أنت حرفت أنه بيعاية؟ كان بيعاية لأن كان الحاكم أول حاكي كان ضاغط في الجيم الأولاني جامد جدا كان 40 دقيقة. مش عايزة خلص الجيم. مش عايزة خلصه. كل شوية لا تستروك لا تستروك لا تستروك. عملا اتزوكك أيوة اتزوكك. سيبون همني. اه لا يعني. مش موضي. هنجبها تاني. هنجبها تاني. لا أنا عارف أنها هتعمل كده. ومحد مش عارف أن هنا خدافت. أحس بي. عمره ما حصل لسه. لا لا ده أنا بهبت كمان يعني كنت شجعه. هو مش عارف أنه يخبط لسه. بص رفع رأسه أبا ماما تعالى. ايوة كده بص 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 بتحمسك ازاي. بص الروح وبص لقد انت كنت الوضع من الحضن. اه لا الوضع ده العلمك كان صعب جدا الموقف. اه. جمهوري نادريالي. درجة تالتة. درجة تالتة. درجة تالتة. درجة تالتة. مصطفى انت خلاص خليت السكواش بقى درجة تالتة خلاص. اه. قابل بقى مصطفى. اه. طيب. قوليلي. دخلت. استاذ محمود بيزوقك بيقولك. اه كان فيه سيد مزير. اه. وقال انا جاي مخصوص للمصطفى. من الجزائر. هو نزل على فكرة. اه مخصوص. نزل على الله نزل مخصوص للمصطفى. اتفرق عليه. لان مطش الفاينال ده. مع حد نيوزيلاندي. عرف حدك لو كان محد مصري كان بقى مطمن. لكن محد نيوزيلاندي. كانت صابة. هو اللي خاد مننا البطولة على أرض المصطفى. ويصنع دعم مصطفى. اه. كان نزل بشجة. هو المفروض محمود. انا ماشي. اه. وظت. داني بعدين. ارجح ارجح ارجح. احنا ارجح استاذ المحمود ها. لا سيد الوزير. يعني بس الوزير. سيلب على الوزير. انا بادمخ. انا بشجة. والله العزوم الام مصرية دي لها. بوطء الإستاحة هو. المفروض الأستاذ ده بقى احنا المفروض هنعديه يعني المفروض الدكتور عشف سوب وبروتوكول بقى وتسليم الدواج مليش أنا فيه مليش أنا فيه لأني حالس أنا حالس لسه المعلق بيخذك بعد كده بس أنا بهمك والله العظيم اللي عملته ده كل هم وساع جدنيه ها سباح لو يتعاد مليون مرة هنعمله لا هنعمله هنعمله يقول له الحدن ده بقول له انتصرنا على الظلم انتصرنا على كل حاجة قالت انتصرنا على الوقت اللي هو قاعد فيه في البيت هو كان برضو متدايق شهرين ما كانش سهل كنا حاسين بدغط رهيب يعني برضو كلنا كنا في البيت مضغطين لو مصطفى على فكرة مش مصطفى بيلعب لوحده يعني احنا بنبقى كلنا قلقانين طب انت بينكم من كده ربنا وانت قاعدة على السجادة طبعا انا بس انا اهم حاجة عندي ان انا طبعا بصلى على النبي اهم حاجة عليه الصلاة والسلام وصورة البقرة اهم حاجة اه اقول معا وسطي وقول له بص اقرأ اسقارك يا ابنك وحافظ عليها طب يغير الكرآن الابتقرية يعني مثلا هل بتدعيل وربنا ينصرك ربنا ايه الدعاء اللي بينكم بالربنا يعني انا دايما دايما اقرأ له الاسقار قبل ماشي ربنا يبارك فيدي ولانمك لو هو مجاش لازم اسأل بابا دخناقك تبقى لو مجاش في البيت قبل ما اعراله الاسقار فيه قبل ما يسافر قبل ما يدخل قبل ما يروح البطولة قبل اي حتة اي حتة بره يعني بتقعد مثلا اربع خمس ست ساعات انا بروح وبنزل برجع لسه عشانتا وبتلف هنا وتحط هنا وتشل ده وتحط هنا تقوله هنا الحاجات بتاعتله البطولة دير وتلعتها البطولة التانية حاجة دي مستخص له يعني حاجة صعبة قوي يعني بعيدة لتمامن عن النظام خالص خالص بس العبقريين كده خالص الخالص هاته هاته الاربعتشر شبت اربعتشر تيشرت ممكن ازيت كمان عشان لو تيشرت ايه اه فانت عرفه تلف فعلا وتحط دي عشان نقدر ياخد ساعي الشنطة وبعدين ايه يعني مثلا يقول لي ماما شنطة واحدة شنطة واحدة بس الشنطة التانية بقى يبقى فيها في بلاي ستيشن بلاي ستيشن طبعا اه فطبعا يعني ايه لازم شنطة واحدة بس خلي بالك هما عشت فلتر اجلوات فلتر كلها سكواش كبس الحلقة كده كلها فضوية اه 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 بالزبط اذا حدنا لازم نزل الجارب البش اه بتحب ايه في البلاي ستيشن بتلعب ايه قولي خششتني كيفة بقى بتلعب كور القدر اه بكور القدر محترف اه والله محترف فضيح احنا قدنا في البنت نجي وراء واعد عشان اللاعبة دي تلعب معامل اونلاين اولاين 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 اقول لحضرك البلاي ستيشن بتخليه يفصل عن الطغط ايه اوكي بس بردو مما هبيبة مضغوط بتاخد بردو مطرقز انا نايم على فكرة اقوله والله انا نايم اصعب اه او تفعله مع الجماهير ويعني من اليهاردة شايفين جمهور كتير جايلك مخصوصة مصطفى انت بقيك دبائك راجل بالنسبة الجمهور النادي الاهل ايه شايف فيك مؤمن زكريا طبعا حركة مؤمن الشهيرة ربنا يشفي يا رب يا رب ان شاء الله يشفي كل مريض يحبك ورامي عشور طبعا لسه متكلمين عنه احنا في الهواء اقولنا رامي عشور يعني انا شايفهم من انت يعني البطوء يعني هو انا دايما بك اروح البونا كل سنة اه فكل سنة اشوف رامي واشوف شورباجي انا رب رايح اشجع الناس دي كنت بروح تشجعهم فانا راح اشجع الناس دي انا وصحابي اصلا اللي هو لما خدت تي شيرت جريجري جوتي اللي هو يعني اصدورت انا حطهم بروزوا عندي اه فعلا واحنا كلنا كنا بنتخانق عليه في الجونة انا ايام دي ما اشتاش من من بايد ايام دي من 3-4 سنين فالموقف والجونة وازاي جونة دي لها حاجة يعني حاجة معزة خاصة عند كل بطولة سكواشة هي بطولة مختلفة وليها روح مختلفة فمش مصدق ده الجونة دي ساعة جوتي ملاعب معي كان مصطفى اول مرة يلعب بطولة الجونة كان كواليفكيشن يعني كده اه هلية كده وخسر يعني من اول ماتش كده وقال لك انا بابا ده انا حلقة بعرف مع مين مع مين يا مصطفى يلا ارجع يا مصطفى عشان عندك امتحانات انا بقى طبعا كان مصطفى ساعتها في عددية اه اه فبقول له يلا يا مصطفى عشان عندك امتحانات يلا يا بابا يلا فيه متحانات فيه مذاكرة انا حلقة مع جوتيه لا لا ماما متحانات ايه بقى دلوقتي مصدقونيش اه اه انا قابلت جوتيه وسألته كان هو اول واحد فعلا قال لي لازم يخش كم نسايتها فعلا ويبتدي قال له انت شايف ان هو يقدر يبتدي قال لي اه يبتدي قال لي انا بلعبه على الباك كنت اكسبني على الباك كنت ماشاالله يعني من زمانه اه من زمانه اه 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 اصعب فترة انتو عمرت عطار مصطفى وانتو كنتوا قلقين علي فيها او واقفين بيعني كل يوم لم تبطلتوش دعاء، لم تبطلتوش خوف وقلق، ما نمتوش؟ ما هي الفترة ديها؟ نحن لا نبطلش عن مثل دعاء. يعني نبطلش كل مطش الصراحة. كل مطش، مش كل خون. دعونا نرجع بالذاكرة كده. أي أكتر حاجة؟ أكتر حاجة ساعة أمريكا. المتصاب هناك. دي كنا عايزين السفر. والواحد وكلنا الصراحة كنا قلقانين جدا. جدا. رد حلو. عارف رد الحلو ليه؟ لأن أنت ما قلتيش أصعب حاجة مطش مثلا. أنت قلتي أصعب حاجة أصابته. مصطفى على فكرة ما بتخبط. شفت الفرق بقى بين الأب والأم والأحد تاني. والله جد. يعني بص هم أكتر صعبة حيات ما حاجة مرت عليهم. أن أنت متصاب وبعيد عنهم. عن عينهم. مصطفى. صح. مش مصطفى لنجم. مصطفى ابننا. أنا مصطفى ما بيتزق كده أو حد بيزق على الإزاز أو بيقع أو أي حاجة. يعني هو محمود بيتخط. بس أنا بداري الخطات بتاعتي. أنا ما بتفرجش على المطشات. على فكرة. ولا ماتش أسأل محمود. كان قال لي على مطش مرة أنت كلمت برضو في التليفون أو حاجة زي كده. بلغتها لأنها ما تفرجش. كنت أنت قلت لي حلالي فاتت. أنا أبعد بس. ليه ما بتتفرجيش؟ عشان محمود بيبقى أول حاجة متوتر جدا. وأنا ما أقدرش. وبرضو أنا بقى بقى متوترة من جوه. وما بحبش أتوتق. يعني أعيش في التواطف أحزن حاجة. ما تفرجش. ما تفرجش. لايف سكور. لايف سكور قدامي. كم كم. وقعد على السجدة. لايف سكور قدامي. لايف سكور قدامي. وخلاص. يعني أقول بقى زي ما تيجي. يعني إن شاء الله خير. أنت اللي شائل باشي. لايف سكور. أنت اللي شائل. حاول عجبا نتفعل بها في حاجات لايف سكور بيبقى سابق النات نفسه. حلو. فلما يلاقي. برواح ده ما تصرخ من جوه. أول مترخ من جوه. مخلصة. عجبيني. حرقتيني. تصرخي بس. تجيبها من لك. طب قولك على أحلى من كده. اتفرج على الموتش وجنبك اللي في سكور. لا 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 لا. لا لا لا. فأنت لما تصرخ في القدر الجوه يبقى كده كده كده. أتفرج على اللي جاي بقى. برحمة. اه. لا ده احنا بحتاجين لنبعد كاميرا بقى. الموضوع الشيء كده بقى تحكولي وبتاعت. احنا عايزين كاميرا قاعدة بقى حضرتكم. يعني أنت أصحب فترة هي إصابته في أمليكا. لما تخبط في إزاز في كتفه. وما كنتش عارفة عنده إيه. لأنه خرج كمان مع الدكتور وخارج كثيراً لكن هناك مصيرين يوقفوا جنبه هناك هناك شكل طبعاً والبطولة والناس التي وقفت معها أيضاً هي أصولها أهلي وأعضاء في الأهل ومزورها أهل كابتل مصطفى عصام لعب مع مكان جيل كابتل محمود عبدالقادر ومعارضة هناك على طول الاستضافة عنده في بيته يعني أنا استعداتي دائمًا قبل أي بطولة بروح لمصطفى عصام في كابتل مصطفى عصام كابتل مصطفى عصام وكابتل أحمد عز درب فتنس هناك وهو القومني ساعتها في الإصابة وأهلني ساعتها هناك وواف معي ويسافروا لي من نيورك من الأولاية لأولاية لتفرجوا على مطساطي ويشوف الإصابة والناس يوصلون أقلي برده طبعاً أهل أسرة كبيرة على مصطفى عقل طب قولي يا مصطفى يمكن أنت يعني مصطفى تأخر شوية في البطولات وأصغير وأحداك قلت لي الكلام ده حقاً لفات ومصطفى كان بدأ كورة أعم وعمه اللي هو أخو حضرتك شفت أنا مذاكر كل حاجة لا لا بس أنا عايز الجمهور يسمع القس عايز الجمهور يسمع القس أنا ابتدى كورة وبعد كده تنقل إزاي وبعد كده بدأ السكواش إزاي وابتدى متأخر طبعاً ونحن نحاول كانت شاوية عبد شافي ربنا يمسيه بكل خير ولو شامعنا ولا شايفنا يعني كان بدر بتاع زمان ومم كان مع مصطفى في الأكاديمية وكان كابتن عبد شاوية عبد شافي هو اللي مسك الأكاديمية في نادي الجزيرة فكان معه مصطفى في الفترة دي فكان مهتم قوي بيه ومصطفى كان ماشي كويس في الكورة كويس جداً لحد ما ماشي كابتن شاوية وكان كان زلو في صفر أو حاجة زي كده فجي حد تاني فما كانش فيه نفس اهتمان اللي موجود فالفترة دي إحنا يعني إيه قولنا عمو شافه فمرة فقال طب ماتي خلي يلعب أنا شافي كده حاجة من بعيدة خلينا نشتغل عليه شوية بس دون ساعة أخرنا يعني كان عنده كم سنة ساعة يا سيدوه كان عنده تانية ونص تاسعة ويروح 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 يعني كان بيهرب أساساً كان بيهرب أساساً كنت قلت لما أدهم بسكواش أجاخده ملقهوش شلائل عربية اللي بلقصة ومشي في أوتوبيس بتاعنادي الجزيرة بتاع كورة راح عندهم مطشف طب إزاي ده أنا سايبه هنا هنعمل لي هو ومشي كان عمو ساعتها قال لي تعالي بقى تعالي ما ينفعش جدا تعالي تقعودي بقى تفرج على أبنك أن أبنك بيهرب بيروح على الكورة لغاية دلوقتي أعتقد أن هم بيقلقوا يعني أن أنا هيروح على العب كورة أصلي يا كورة بروح طبعاً الوضع التشريحي بتاع الكورة ومختلف تماماً على السكواش فبقى مؤذي دايماً يعني يقول لك خلي بالك أنه دي عكس دي خالص ومش تردل عبال مصطفى مهتم ودخلنا في موضوع السكواش ده وعرف إنه خلاص مش هينعب كورة خدنا سنة سنتين يعني ده ابتدى يخش تسعة ونصة عشرة كان حداشر سنة عدد كان تحت حداشر دي خدنا فيها إليم اللوف إليم اللوف إليم اللوف إليم اللوف يعني نمزل المرش ده يتعمه وكان بيقول مثلا الحاكم يدوش يقول له خلاص انهي المرش ببقى بيعاد جوه بيعاد طبعاً لأنه خسر جديد مافيش حاجة خالص مافيش حاجة خالص لقد تقلل علينا خلاص ولأنه مستمتها هاي سيرغرب وانا عايزة أرجعك كورة لقد أتبتيني وده 14 سفر كل شهر شفو الهدوء صعب یعنى بدأ يحب اللعبة واحده بدأ يحبها ماخش على الكورة كده أكدنا كورة على شطر خضوه باطل خضوه على سيد رجال حقيق يدخل عليها كده فاليعني الوزيشن بتاع الاستبال الكرة بس يعني لو قلنا ان مصطفى كانكمل كرة لأنا تصور كنت تبقى جمع جدا وانا بحب انموك راجع ايوه انا اقولي الكلام ده عشان ايه 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 لك شفتيني هنا مصور نفسك بيعا بكرة ايه لك بالزمتك شفت عامل ايه بالزمتك انسى يا مصطفى خلاص يبني الوقت عدد ات عدد بس انت بطل بس انت بطل لسه ايه مش ناما الكرة في البطولة. هل تشوف؟ هو قال لي حلوة. ده سنسة برضه يا مصروف. ده بين السيروات هو يعني ايه بياخد الكرة لي ايه؟ همالك خمسة ستة كده ومطلحة كده بالمضرقة ومالها بدماغه. يعني بيعود يدخل الكرة. طب ده حاجة عايزين فيديو من الكرة يا مصروفة كده. ما عايزين فيديوهات من الكرة واندخل الكرة. خلي بالك هسنة الوقت بقيت درجة تالتة بقى خلاص. يعني خليت درجة تالتة هو الجمهور اللي عاشق للقيال بشكل جديد. بصعدك هو في صحف انجليزي اسمه جيمي مادكس. هو ماسك صفحة جديدة جدا في بسخواش في انجلترا. وهو يعني من اخطر ناس بتحب مصطفى بتشجعه. كان لسه متكلم على ان كان فيه لعيب بوكس زمان كان المانشستر يونايتد هو كان بيشجعه. وكان مستمد التشجيع بتاع العيق يعني تعقورة ودخلوا للبوكس عنته. فبيقول مصطفى بيفكرني باللي بيحصل. نفس الكيس. يعني هم شايفين. اه. شايفين ده. اه ده يعني صفحة شايفين ده. اه ده يعني صفحة كبيرة قوي فيها فلوز اكبر فلوز في سخواش في العالم. وهو بيقول التشبيه ده انا حاس المصطفى بيعمل نفس اللي عمله لعيب البوكس ده زمان. ودي حاجة شايفة منه منه جدا ان هو يقدر. كل الناس حاسم. بس انا كمان حاسين ده بس انا يستحك وانتماء وكده. يبقى لازم احنا نحتفل بي. اعزائي مشاهدين هنطلع للفاصل سريع ونرجع. وكالعادة بنحتفل من جمنا وابطالنا مع الطيجر الاهلاوي مصطفى عسل واسرته ومدربه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وتقليدنا اللي احنا دائما محافظين عليه هو تكريب ابطالنا الحقيقة اللي بيحطونا في المقدمة سواء النادي الاهلي او منتخب مصر كمان. النهاردة طبعا من كارا مصطفى وبننتهز الفرصة ان احنا نقدم له بوكيب ورد باللون الاحمر بلون فنيلة النادي الاهلي. الفبروطة مصطفى. مش استعزينك با مصطفى اخذ البوكيب اهدال الستة لوالدته طبعا صاحبة الفضل الأكبر في حياته وطبعا والده استاذ محمود عسل. استاذ محمود يعني هو اللي بعمل كل حتة بس الام بتكسب يا جماعة بس الام بتكسب. بس هو ده طبعا الاسرة انا بحس بوريكو. يعني النجاح بيجي منين وهي ده الخلية اللي بتعم النجاح. والخلية اللي بتتاون منها ونجاح في كل شيء. هي الاسرة. لو الاسرة يعني كانت كده هينجح الفرض فيها في اي مكان. الاسرة المصرية لازم تكون كده. الاب والام والاولاد ومدربين دعنيين. هي ده الخلية اللي بيها نقدر نروح لأبعد مكان كدولة مصرية ان شاء الله في الرياضة بشكل عام واستأذنكم ان شاء الله جماعا قطع التورتة تعالى مصطفى انت طبعا صاحب تعالى وستاذ محمود يتفضل يا مدام. تعالى 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 تفضل لكابت المحمود تعالى معنا ايوة. طبشي بقى لاخراني كده ايوة لامسة كده. ايوة. بس كده اعتله جدًا 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 جدًا. الف مليون مبروك. الف مليون مبروك. مصطفى ان شاء الله بالتوفيق حديدي. ربنا يا كريمك يا رب ان شاء الله مزيد التوفيق. محمود بالتوفيق ان شاء الله وربنا عينك. يعني ان شاء الله ننتهي هذه الفرصة دي عن العائلة وعن يعني كل ما هو أهلاوي بشكل حضرتك. ومجل صدارك تمحمود بتخذ موتجي. ويا رب دايما معك. شكرا لكم طبعا. شكرا لنا وكينا وشرفتينا ودايما درند دايما. عزاء المشاهدين. دي كانت حلقتنا مع بطل ونجمة دي كبيرة. تاجر الاهلاوي مصطفى عسل ان شاء الله انتظرونا كحلقة جديدة. ونجمة جديد وبطل. جديد ان شاء الله في بيرنابج الأبطال. شكرا لكم.